على صفيح ساخن يستمر الوضع الميداني في جبل التركمان بريف اللاذقية وبعد مواجهة عنيفة طرفها تحرير الشام من جهة وجماعة جند الشام التي يقودها مسلم الشيشاني وجند الله التي أسسها أبو فاطمة التركي ويقودها أبو حنيف الأذري تنتهي المواجهات إلى صلح هش على ما يبدو من أبرز بنوده خروج مسلم الشيشاني وجماعته من المنطقة إلى جهة لم تعرف حتى الآن إلا أن نذر الحرب ما تزال قائمة مع الجماعات الأخرى الاتفاق الأخير جاء بعد وساطات من جهات تصف نفسها بالمستقلة أو الحيادية لإنهاء حالة الصراع بين الفصائل انتهى باتفاق يصب في مصلحة الجولاني وتسليم من تعدهم الهيئة مطلوبين لها في وقت تعيش فيه المنطقة حالة من الغمض والترقب حول مصيرها في ظل تصعيد متواصل من النظام وروسيا تغيب تفاصيل العلاقة المقبلة بين تحرير الشام وباقي الجماعة المنتشددة في شمال غربي سوريا وما إن كان الجولاني سيتجه لتصفية الجميع من أجل الانفراد القتالي بهدف إحكام سيطرته على الجانب العسكري في إدلب يزيد ضغطه على رفاق السلاح ويصعد من حربه على منافسه ليخط فصولا لمرحلة جديدة تغيب ملامحها وتطرح التساؤلات عنها قد يكون توجه الجولاني لتصفية جنود الشام أمرا لافتاً إلا أن ذلك يأخذ مسارة باتت شبه اعتيادية على المستوى الداخلي خاصة أن تلك الخطوة ليست الأولى من نوعها في إدلب بل سبقتها عدة خطوات تمكنت خلالها الهيئة من القضاء على عدة فصائل معتدلة أو متشددة تتشاطر معها الطريقة والمنهج تقول الهيئة إن الهدف من هجومها على جبل التركمان هو السيطرة على مقارة لجنود الله المتهمة بعلاقة مع تنظيم الدولة ولا علاقة لجند الشام فيها فلماذا يهاجم الجولاني هذه المنطقة وما الذي يسعى إليه في هذا التوقيت على جبهة هي الأخطر ضد قوات النظام وميليشيته يتساءل سكان الشمال السوري اشتركوا في القناة